اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال حديثنا في باب حجج الله على خلقه من كتاب الكافي الشريف في الحديث الثالث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أنه قال ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى عادل ومقتضى العادل هو أن لا يكون العقاب إلا عن استحقاق فإذا لم يستحق الإنسان عقابا فعوقب هذا يكون من الظلم فالله سبحانه وتعالى إذا أعطى للإنسان أدوات المعرفة وكان الإنسان يمكنه المعرفة فهنا يكلف حسب تلك المعرفة فإذا أطاع يتفضل عليه بالثواب لأنه وعد المطيع بالثواب بشروطه وإذا عصى يستحق العقاب فإذا إذا الله سبحانه وتعالى لم يعطي لإنسان أدوات المعرفة مثلا خلق إنسان مجنونا المجنون ليس له عقل لا يمتلك أدات المعرفة فهو ليس بمكلف المجنون ليس مكلف لأنه من شروط التكليف العقل هذا المجنون لأنه غير مكلف يفعل أفعال لا يحاسب على تلك الأفعال سلب ما وهب سقط ما وجب يعني هذا المجنون لم يصلي يوم القيامة لا يسأل أنه لماذا لم تصلي سواء كان من مجانين أولاد المسلمين أو من مجانين أولاد الكفار نعم هناك بحث آخر وهو مصير هذا المجنون في الآخرة ماذا يكون حسب الروايات المجنون أو الطفل الصغير الذي مات قبل بلوغه إذا كان من أبناء المسلمين يعني أحد أبويه أو كلاهما كان أو كان مسلمين فالله يتفضل على هذا المجنون أو على هذا الطفل الذي مات في صغره يتفضل عليه بالجنة كرامة لأبويه والتفضل بالثواب لا إشكال فيه بل قد مر سابقا أن جميع الثواب لجميع الناس إنما هو تفضل من الله سبحانه وتعالى على الإنسان بالذات لا أحد يستحق على الله سبحانه وتعالى ثوابا لأنه كل طاعاتنا كل عباداتنا لا تؤدي شكر نعم الله علينا سبحانه وتعالى الله خلقنا وغمرنا بالنعم إذا كل حياتنا قضيناها بعبادة الله سبحانه وتعالى لا نوفي حق نعمه علينا بل ولا نعمة لا نوفي حق نعمة واحدة من تلك النعم فلا نستحق شيئا على الله لكن الله سبحانه وتعالى تفضل علينا بأن جعل على نفسه حقا فوعد بالثواب لأنه وعد وهو لا يخلف الميعاد فيفي بوعده لكن بالذات نحن لم نكن نستحق شيئا لا نحن ولا أي إنسان آخر حتى أولياء الله سبحانه وتعالى إنما يدخلون الجنة بفضل من الله سبحانه وتعالى لكن من نسبة للعقاب العقاب من غير استحقاق هذا ظلم والله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد فإذن إذا الإنسان يعاقب إنما يعاقب لأنه استحق ذلك العقاب هذا المجنون أو هذا الطفل الصغير الذي مات قبل بلوغه هذا لم يكن مكلفا فإذا فعل فعلا أو ترك أمرا لا يحاسب على ذلك إذا أبواه مسلمان الله يتفضل عليه بالجنة والتفضل بالجنة لا إشكال فيه لكن إذا كان أبواه كافرين يعني فتكافر ولد في بلاد الكفر من أبوين كافرين أو طفل صغير من أولاد الكفار أو جنين مات هذا يعاقب في الآخر كله لا يعاقب في الآخر لأن عقابه ظلم ماذا يكون مصيره يستفاد من بعض الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى يختبر هؤلاء في يوم القيامة يخلق نارا فيأمرهم بالدخول في تلك النار فإذا هؤلاء أطاعوا الله سبحانه وتعالى ودخلوا النار كانوا من أهل النجاة يعني لا يستحقون النار وإنما يجعلون في الأعراف اللي هي منزلة أعلى من الدنيا من حيث النعيم هو عدوا من الجنة وإذا سقطوا في الامتحان يكونون كآبائهم الكفار في نار الجهنم فالله سبحانه وتعالى إذا أعطى العقل يكلف الإنسان بسبب ذلك العقل طبعا هنا مسألة أخرى وهي أن العقول تختلف واحد عقل جدا قوي واحد عقل قليل السفيح الأبلح هؤلاء لهم عقل لكن في عقلهم ضعف هذا الإنسان اللي عنده درجة دانية من العقل تكليفه بمقدار عقله لا أكثر والذي عقله أكثر تكليفه يكون أكثر وهذا أمر طبيعي أنت الطالب اللي هو في الصف الأول الإبتدائي عندما تختبره في الاختبارات والامتحانات تختبره بما يناسب مستواه تعطي لكلمة أو جملة يكتبها مثلا لكن الطالب الجامعي لا تختبره بذلك الاختبار هذا أسموه اختبار لا يسمى اختبارا وإنما تختبره باختبار يناسب الطالب الجامعي كل ما المستوى ارتفع الامتحان أيضا التكليف يكون مناسب لذلك المستوى لذلك الأنبياء تكليفهم أشد من تكليفنا لماذا؟ لأن عقولهم أكثر من عقولنا فكلما العقل كان أكبر أقوى كان التكليف أشد هذا الحديث الشريف يدل على هذا الأمر الشيء الذي حجب الله عن العباد أنت مو مكلف به طبعا هذا الحديث يحتمل في تفسيره ومعنى احتمالات متعددة ولعل كلها أريدت في هذا الحديث احتمال الأول الله سبحانه وتعالى إذا لم يكلف العباد بشيء لم يخبرهم بذلك الشيء هل يحاسبهم على ذلك الشيء؟ كلا مثلا الذين أسلموا في أوائل البعثة وفي ذلك الوقت كثير من التكاليف من الواجبات والمحرمات هذه لم تكن قد نزلت على الرسول صلى الله عليه وآله ليبلغها إلى الناس مثلا الصيام حسب بعض التفاصير وجب في السنة الخامسة من الهجرة الخامر حرمت يعني أعلن عن تحريمها في أوائل مجيء الرسول صلى الله عليه وآله إلى المدينة وهكذا كثير من الأحكام بالتدريج نزلت على الرسول صلى الله عليه وآله ليبلغها إلى الناس زين ذاك اللي أسلم في أول الهجرة أوائل البعثة قبل نزول هذه الأحكام ومات هل في يوم القيامة يسأل لماذا ما صمت لماذا فعلت كذا من الأمور التي حرمت بعد ذلك كله الله سبحانه وتعالى حجب علم تلك الواجبات والمحرمات عن العباد ثم بعد ذلك بالتدريج رفع الحاجب فما دامت تلك الأحكام محجوبة لا تكليف فعلي فإذا رفع الحاجب ذاك الوقت يصير التكليف فعلي هذه مسألة يطرحوها في علم أصول الفقه يقولون التكليف حسب مقدماته ومؤخراته ونفس التكليف مراحل مرحلة الاقتضاء اللي هي مرحلة المصلحة والمفسدة لأنه لا يكون هناك شيء واجب إلا إذا كانت فيه مصلحة ولا يكون هناك شيء محرم إلا إذا كانت فيه مفسدة لأن الله حكيم أفعاله ليست اعتباطية التحريم ليس اعتباطيا الإيجاب ليس عبثا هذه مرحلة قبل التكليف ثم هناك يكون تكليف إنشائي هذا التكليف الإنشائي بعد ذلك يصل إلى مرحلة الفعلية بحيث أنه انوصل إلى المكلفين وجب عليهم الالتزام به إذا ما وصل إليهم بدون تقصير منهم وإنما كانوا معذورين الله سبحانه وتعالى يعذرهم على ذلك فإذن الاحتمال الأول في هذا الحديث أو المعنى الأول الأشياء الذي لم يكلف الله سبحانه وتعالى العباد بها لم يخبرهم بها هذه موضوع عنهم مثلا في آية قرآنية الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها هناك أشياء الله سبحانه وتعالى عفى عنها يعني لم يؤاخذكم على عدم علمها الله ما يريد منك أن تعلمها إذا أنت كنت جاهل بها لا بأس لأن الله ما كلفك بالعلم بها طبعا شيء لنزول هذه الآية أن هؤلاء كانوا حديثي عهد بالإسلام كانوا مشركين فلما بعث الله سبحانه وتعالى رسوله من الله عليهم بالإسلام آباءهم كانوا مشركين وكانوا كفار وكانوا مقصرين في ذلك الوقت دين الله كان موجود وكانوا يعلمون به الحنيفية كانت موجودة كانوا يعلمون بها ولكن مع ذلك أشركوا هذا الإنسان الحجة تام عليه الحنيفية كانت موجودة لماذا لم تتبعها وهناك بعض من الناس ولو القليل كانوا يتبعون الحنيفية لماذا لم تتبعها كانت موجودة سنن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت موجودة لماذا لم تتبعها زين كانوا يأتون عند الرسول صلى الله عليه وآله يسألوا هذا يسأل الآن أبويا وين زين الجواب أنه أبوك في النار لأنه مات مشركا وكانت الحجة تام عليه زين واحد يقولولا أبوك في النار وهذا يستاء فلذلك الله سبحانه وتعالى يخاطب هؤلاء إذا أنت إذا ما تدري أبوك وين في النار في الجنة في أي درك من دركات جهنم أو في أي درجة من درجات الجنة جهلك في هذه المسألة لا يضرك فلا تسأل عن هذه المسألة التي تسؤك مو عجزا عن الجواب لا الجواب حاضر وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم تسألون الرسول صلى الله عليه وآله إما الله ينزل الجواب في القرآن أو لا يوحي إلى الرسول صلى الله عليه وآله ما دام الرسول حي والرسول يبين لكم لأن الرسول صلى الله عليه وآله كان يتكلم مع الناس تارة بالقرآن وتارة يتكلم بالوحي الذي أوحي إليه من الله سبحانه وتعالى لكنه ليس في القرآن لأنه ليس كل وحي كان قرآنا الحديث القدسي أيضا وحي لكنه ليس بقرآن إذا تسأل الرسول معاجز عن الجواب الوحي موجود لكن لا تسأل عن ذلك زين الله سبحانه وتعالى ما أوجب شيئا أنت أخذ برخص الله سبحانه وتعالى ما حرم شيئا أنت أخذ برخص الله سبحانه وتعالى ليش تجي تسأل مع أن الله رخص تريد تضيق على نفسك مثل قضية بقرة بني إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ما عين تلك البقرة فلذا في الحديث لو كانوا يذبحون أي بقرة لأجزاءهم ذلك كفاهم لكن إجوا ما لونها ما كذا كذا هاي قاموا يسألون إن البقرة تشابه علينا فكلما ضيقوا على أنفسهم استحقوا العقاب فضيق الله عليهم لأنه من الأول هم ليش استحقوا العقاب بالتشجد عليهم لأنه جابه موسى بسوء أدب وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوة زين واحد هالشكل يخاطب النبي المتفضل عليه هو نبي من الله سبحانه وتعالى ومتفضل عليكم بأن أنقذكم من آل فرعون بأمر من الله سبحانه وتعالى زين هالشكل يتخاطبوا أتتخذنا هزوة فاستحقوا التشديد عليهم فالله سبحانه وتعالى شدد عليهم شدد عليهم شدد عليهم الآن خلصت أسألتهم بعد ذلك إن حصرت هذه البقرة في بقرة وصاحب هذه البقرة ما باعها إلا بثمن باهض جدا جلد ثور يملأ بالذهب والمجوهرات فذبحوها وما كانوا يفعلون زين بعض الأحيان المولى رخص لك في شيء زين ما دام مرخص أنت أخذ برخصته لكن يجي يشدد على نفسه فلما يشدد على نفسه المولاهم يشدد عليهم ليست تشديدا اعتباطيا لا قد يكون هذا التشديد عقوبة هو هذا الإنسان لو كان مؤدب لو كان يعمل حسب وظيفته الله ما يشدد عليها لكنه غير مؤدب ما يعمل حسب وظيفته الله ما يشدد عليها فهذا هو الاحتمال الأول الاحتمال الثاني الله سبحانه وتعالى أمر الله سبحانه وتعالى نهى لكن هذا الأمر أو هذا النهي لم يصل إلى هذا المكلف زين ما وصل إلى هذا المكلف لم يأتمر بالأمر ليش لأنه ما وصل إلىه لا عن تقصير لا يعني أزاء الوقت الذي كان الرسول في المدينة صلى الله عليه وآله كان هناك مسلمون في مكة متخفون بين المشركين اللي في قضية صلح الحديبية الله سبحانه وتعالى يقول لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما كانوا هؤلاء المسلمين كانوا هؤلاء المسلمون مختلطين مع الكفار يعيشون في حالة تقية زين نزل حكم على الرسول في المدينة هذا المسلم اللي هو في مكة معذور في عدم هجرته استضعافه مثلا أو لأي جهة أخرى الحكم نزل في المدينة إلى أن يصل إلى هذا المسلم يطول يعني بين المدينة ومكة في السير العادي تقريبا خمسة عشر يوم في السير السريع أسبوع زين إلى أن يصل إلى هذا المؤمن المتخفي زمان زين في هذا الزمان هو مقصر لا مو مقصر لأنه ما كانت الهجرة واجبة عليه مثلا وهذا الطريق الطبيعي في ذاك الوقت وسائل اتصالات ما كانت موجودة وسيلة التواصل كانت عن طريق أنه واحد يسافر من بلدة إلى بلدة أخرى ثم يخبرهم هذا معذور حتى إحنا عدنا في مسائل العلم بالإمام الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا في ظروف صعبة جدا فلذلك الإمام سيكون في المستقبل هو الإمام كثير من الشيع ما كانوا يعلمون به حفاظا عليه يعني الإمام الصادق هو الإمام زين بعد منه خواص الأصحاب يعلمون خواص الأصحاب يعلمون أنه هو الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام لكن عامة الشيعة ما كانوا يعلمون لماذا؟ للخطر الإمام الصادق ما كان يصرح لهم ما يدرون حتى عندما استشهد الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام بالسم المنصور كتب إلى عامله على المدينة شوف منه وصي جعفر ابن محمد فاضرب عنقه زين الحاكم سأل حاكم المدينة من هو وصي جعفر ابن محمد فقالوا له خمسة من هو ذول الخمسة؟ المنصور الإمام وصي المنصور يكون وصية ونفس حاكم المدينة وزوجة الإمام حميدة وابن الإمام عبد الله الأفطح وابنه الآخر الإمام موسى ابن جعفر الإمام تقية اذ طرأ يعين المنصور وحاكم المدينة وحميدة زوجته وعبد الله الأفطح ضمن الأوصياء طبعا الخواص من الأصحاب عرفوا أنه هو إشارة إلى الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام ليش؟ لأنه المنصور هو ما يستحق الإمام حاكم ظالم حاكم المدينة أيضا من أتباع الظلمة لا يستحق حميدة اللي هي أم الإمام الكاظم مرأة والإمامة ليست في النساء عبد الله الأفطح ابن الإمام لكن كان فيه فطح والفطح عيب في الجسم إما في الرأس أو في الرجلين وحسب الأحاديث الصحيحة الإمام وكذلك الأنبياء لا يكون في أجسادهم عيب زياد فانحصر الأمر في الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام فهي الظروف التقية كانت تستدعي إخفاء أن الإمام اللاحق من هو زيان بالكوفة كانوا بلغهم نبأ استشهاد الإمام الصادق زيان من هو الإمام عامة الشيعة ما يدرون إهنان فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون أبرز مصداق لهذه الآية هو معرفة أصول الدين معرفة الإمام فكانوا أهل الكوفة مثلا يرسلون ثقاتهم إلى المدينة ذول يحققون يعرفون أنه من هو الإمام ثم يرجعون ويخبرون الناس وكذلك الناس في سائر الأسقاع كانوا في خراسان مثلا من الشيعة مسيرة أشهر إلى المدينة المنورة زيان هاي الفترة من وفاة إمام إلى أن يعلموا بالإمام اللاحق هم هم مقصرين التقصير إنما هي إنما هو من الحكومات الجائرة فالله سبحانه وتعالى أعذرهم أنت الآن تعتقد اعتقاد إجمالي يا رب الذي أنت جعلته إماما أنا أعتقد به لكن من هو بالتعيين ننتظر إلى أن يرجع الوافد الذي أرسلناه فيخبرون أن الإمام اللاحق هو مثلا الإمام موسى بن جعفر هو الإمام الرضا هو الإمام الجواد وهكذا جنها الفترة إذا واحد مات هذا الإنسان معذور لماذا معذور لأنه ما مقصر ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم المعنى الآخر في هذا الحديث الشريف هو ما ذكرناه أولا إذا واحد لم يتمكن من المعرفة لقصور في عقله أو لجهة أخرى من الجهات حابسي في مكان زين حابسي ما يدري مسائل الشرعية أو في ظروف تقية صعبة جدا بعض الناس مثلا في أيام الطاغية صدام هؤلاء كانوا يقولون يعني بعد ذلك حينما رأينا بعضهم كانوا يقولون إحنا في مدينتنا قتلوا العلماء وقسم منهم انهزموا وقسم أنه أغلقوا باب بيوتهم خوفا تريد تسأل مسألة شرعية ما يضطيق طريق ما يدري أنه هذا اللي جاي يسأله هو من المخابرات من أجهزة قمعية أخرى بمجرد أن يريد يجاوب يمكن يقتل زينا الناس عندهم مسألة شرعية ما يدري شون المسألة شرعية كتاب هم ما موجود لأنه على كتاب كان أحيانا يتم إعدام الشخص زينا هذا الإنسان مسائل شرعية لم يكن يعلمها لعدم تمكنه من المعرفة هذا معذور زينا بعدين اتعلم المسائل شوف إذا كانت في عبادتك خلال وفيها قضاء قضيها وإذا لم تكن فيها خلال وما عندك مشكلة صحيحة أو إذا كان فوت الموضوع صاير ولا قضاء فيه فالله سبحانه وتعالى ينتقم من الظالم الذي منع عنك ذلك العلم ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم الحديث التالي أيضا عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام الإمام الصادق يقول إن من قولنا يعني ما نعتقد به نحن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام إن الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم يعني بما آتاهم من العقول وعرفهم عبر العقل ثم أرسل إليهم رسولا وأنزل عليهم الكتاب فأمر فيه ونهى مزيلا قبل ما يرسل الرسول عندك عقل عقلك يدرك وجوب بعض الأمور يدرك قبح بعض الأمور عقلك يدرك قبح الظلم فأنت مكلف بأن لا تظلم وإذا ظلمت أنت محاسب ومعاقب على هذا الظلم إن لم تتوب أكوى أحكام العقل لا يصل إليها مثل تفاصيل العبادات العقل يقول شكر المنعم واجب لكن أن تصلي بهذه الكيفية في هذا الوقت بهذه الشروط هذا لا طريق للعقل إليه وإنما الرسل هم الذين يبينون الرسل يأتون أولا يثير للناس دفائن العقول يرشدوهم إلى ما هو مركوز في عقولهم ثم يبينون لهم التفاصيل التي ما كان الناس ليتمكنوا من إدراك تلك التفاصيل زين هنا الله أعطاه عقل وأرسل رسول إذا هو عمل على حسب بقتضاء العقل وعلى اتباع الرسول فحينئذ هذا الإنسان يكون من أهل الجنة لكن إذا خالف عقله إذا خالف الرسول الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يحتج عليه قل فلله الحجة الحجة البالقة حجة واصلة لأكثر الناس يوم القيامة ماكو أحد يقدر يحتاج على الله سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل إذا الله ما كان يرسل الرسول كانت الحجة للناس لكن الله أعطى العقل وأرسل الرسول فتمت الحجة على الناس نسأل الله سبحانه وتعالى يوافقنا وإياكم لاتباع شرعه القويم هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين محمد وآله الطاهرين